السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو سهل فيكم أصدقائي بفيديو جديد الفيديو ممكن يكون طويل لذلك بتمنى منكم أن تصبروا علي حتى تستفيدوا أو توصلكم معلومة بشكل كامل وواضح واليوم رح استمر بالحديث عن مقالات صحيفة NSD اللي هي بتعمل بشمال السويد وهي اختصار لكلمة نورلينتسكا سوسيال ديمقراطنا واللي بتحكي عن موضوع صحب الأطفال من قبل السوسيال ببلدية ياليفاري اللي واقع شمال السويد تحديدا وتستفسر الصحيفة عم تحاول تعمل تحقيق صحفي واستقصائي حول سبب ارتفاع عدد الأطفال المصحوبين بشكل هائل خلال السنوات الأخيرة بهاي البلدية تحديدا وهذا اللي رح يكون موضوعنا اليوم نحن رح حاول أنا أني ترجم هذا المقال لذلك أتمنى منكم أن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم حتى السويديين بإمكانهم أن نشوفوا صور المقال أو تبعطونهم رابط المقال وأيضا بالنسبة للناس اللي ما بيعرفوا اللغة السويدي فأنا رح حاول أن نترجم المقال باللغة العربية حتى يعرفوا بشكل أوضح شو اللي عم يصير بهاي البلدية تحديدا واللي ممكن يكون أنه عم يصير ببلديات تانية أو أكيد عم يصير ببلديات تانية طبعا هاي الصحيفة مقالاتها مدفوعة لازم يكون شخص مشترك بهاي الصحيفة حتى يقدر يقرأ المقال لذلك رح يكون فيه شوية صعوبة بالنسبة للناس اللي غير مشتركين بهاي الصحيفة نروا المقال كاملا لذلك الأفضل أن تتابعوا معي الفيديو بشكل كامل وإن شاء الله خلال الأيام القادمة رح يكون فيه ترجمي لمقالات إضافية لنفس الصحيفة اللي بتحكي عن فضائح السوشيال بهذا الكومون تحديدا اللي هو كومون ياليفاري الواقع شمال السويد آسف على المقدمة الطويلة هلأ نحن ندخل بصلب الموضوع عنوان المقال متما شايفين بالمقدمة أنه ارتفاع عدد الأطفال المصحوبين ثلاث مرات خلال السنوات أو خلال عام 2021 مقارنة مع العام الأسبق يعني مع العام 2020 طاعف عدد الأطفال اللي سحبهم السوشيال ثلاث مرات وكان تبرير مدير السوشيال بهذه المقاطعة أو بهذه البلدية اللي اسمه يوهانس سونديلين أنه البلدية أو السوشيال عم يعمل وفق الاحتياجات الفردية الصحيفية طبعا بالمقدمة الخبر أو المقال عم تذكر دائما تقريبا نفس المعلومات في المقالات السابقة وكمان باللاحقة لما رح ننشرها فيه ما بعد اللي بتحكي عن ارتفاع أو الارتفاع الكبير بعدد الأطفال اللي سحبهم السوشيال غلال ماضي عام 2021 مقارنة بعدد سكان البلدية اللي هو ما بتجوز 17 ألف نسمة الصحيفية عملت مقابلة مع مسؤولين سوشيال ببلدية ياليفاري وكان السؤال الأول ما هو الشرح للأتفاع المتزايد بعدد الأطفال المسحوبين وكان الجواب كالتالي بالمقارنة مع الأعداد أو الأرقام نحن دائما نفعل ما يمكن أو ما يجب أن نفعله لكن أحيانا يجب أن نراعي مسألة الاحتياجات الفردية في كل حالة منفردة وأيضا من بعض الأسباب لهذه الزيادة كان أنه في قضايا موجودة كان نجب التعامل معها بوقت سابق والآن نحن نتعامل معها بالوقت الحالي بالإضافة إلى زيادة عدد بلاغات القلق اللي عم توصل للسوسيال مقارنة مع البلاغات اللي كانت توصل سابقا وأيضا هناك المزيد من التقييمات التي يجب القيام بها وأيضا كان هناك حجة أيضا بأن اتفاقية الأطفال قد أصبحت قانونا في السويد وبالتالي يجب على السوسيال أن يراعي هذه المسألة السؤال الثاني أنه معظم الأطفال الذين تم سحبهم كانوا من الأطفال الصغار أو بأمار صغيرة جدا فهل هؤلاء الأطفال كان يجب سحبهم في وقت سابق الإجابة كانت أن الأرقام لا تحدث فقط عن الأطفال الصغار وإنما أطفال من جميع الأمار ونحن أنشأنا استمرارية أكبر في ورشات عملنا وغيرنا من المنظمة بالإضافة إلى زيادة عدد المدراء للقيام بالمزيد من التقييمات وتقديم خدمة أفضل لمواطنين تسأل الصحفية العديد من البلديات في السويد تعمل على الجهود الطوعية للتعاون مع الأهالي في البيت لماذا لا تقوم بلديتكم بهذا العمل في ريفاري الجواب كان كالتالي نحن نقوم بذلك بالطبع لكن عندما نرى أن هناك حاجة عندها نحن لدينا الواجب لتقديم طلب صحب الأطفال بموجب قانون LVO لدى المحكمة وكذلك بمعظم الحالات لدى المحكمة العليا وغالبا نحن نفوز أو نربح هذه القضايا طبعا هنا كانت زلت لسان كبيرة من مدير السوسيال مما استدعى الصحفية أن تكرر الكلمة مرة ثانية ربيحتم أو فزتم هو يجاوب نعم معظم الأحكام التي حكمت بها المحكمة كانت ترى أنه نحن لدينا الأسباب لتقديم طلبات صحب الأطفال بموجب قانون LVO هنا تسأل الصحيفة هل يعيش الأطفال في بلدية ياليفاري في بؤس أكبر مقارنة مع البلديات الأخرى في المقاطعة الجواب من المسؤول السوسيال يقول لا لا أعتقد ذلك لكن طالما هناك احتياجات فردية وأفراد يحتاجون الدعم لذلك نحن نقوم بهذا الدعم سؤال جديد للصحفية في عام 2019 كانت بلدية ياليفاري تشهد أقل فقرا أو أقل حالات فقر بين الأطفال في كل بلاد في كل البلاد بحسب منظمة أنقذوا الطفولة ومع ذلك تعتبرون أنتم أن تعرض الأطفال للأذى في هذه البلدية هو كبير يجاوب مدير السوسيال أنا لا أتفق مع هذا الوصف ما نقوله أن الأطفال لديهم احتياجات أكبر وهذا ما تتفق معه أو تتفق معنا الأحكام القضائية فيه يقصد هنا أن هناك توافق كبير بين السوسيال وقراراتهم وبين قرارات المحاكم هنا تجيب الصحفية أنت تكرر هذا الأمر دائما لكن كيف ستفعل القضاء أو المحكمة أو كيف تقوم بتقييم آخر مقارنة أو مغير لتقييماتكم فيما يتعلق بالتقارير التي يكتبها السوسيال يعني من قصود هنا أن السوسيال هو الذي يكتب التقرير وبالتالي المحكمة تعتمد على تقييم السوسيال للقضايا وبالتالي دائما السوسيال هو الرابح في هذه العملية وقرارت المحكمة توافق ما جاء به تقارير السوسيال هنا كان الجواب من مدير السوسيال بأن المحكمة بإمكانها أن تطلب في كل الحالات أو في معظم الحالات استكمالات في القضية هنا سؤال مهم جدا تسأل الصحفية أنت توقع على كل قرار كيف ترى نفسك لائقا أو قادرا على الاطلاع على كل قضية فكان هنا الجواب المستفز أنا أشعر بثقة كبيرة مع ما يقدمه موظفون وأيضا أشعر بثقة أكبر مع قرارات المحكمة القضاء يجب دائما أو يجب أن لا يعطي أي قرارات بناء على أسس خاطئة عندما نطلب صحب الطفل بموجب قانون LVU فيمكن للطفل حصول على ممثل قانوني وكذلك الأهل بإمكانهم ذلك أو لديهم الحق بذلك وبالتالي لدى الشخص الحق بأن يقول ما يريده أو ما يعتقده طبعا أنا تعليقي على هذه الإجابة بالتحديد هناك اختلاف كبير بينما يكتب على الورق في القوانين طبعا القانون يقول ذلك لكن في الواقع أو الواقع مختلف تماما أثناء المحاكمات أو أثناء عرض هذا النوع من القضايا على المحاكم في السويد وبالتالي دائما هناك احتمال وجود احتمال كبير لوجود قرارات خاطئة في هكذا حالات السؤال السؤال التالي يقول إلى أي درجة أنتم متأكدون من أن هؤلاء الحالات العشرين لم يكن هناك الإمكانية أن يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى إلا صحبهم من أهاليهم الإجابة من موظف السوسيال أو مدير السوسيال بالبداية يقول نحن دائما نسع على تقييم فيما إذا كان هناك إمكانية لتقديم مساعدة لأطفال من خلال الجهود الطوعية وأنا واثق من ذلك عندما نقوم نحن مع موظفين السوسيال بالاطلاع على القضايا التي نشعر أن هناك حاجة للرعاية القصرية فعندها نقوم بذلك ونحن أيضا دائما بحاجة للتطور والعمل أو الاستمرار في العمل طبعا من خلال مقارنة هذه الإجابة مع الحالة في الفيديو السابق التي تحدثنا من خلاله عن حالة سيدة التايلندية وزوجة السويدية الذين تم صحب أطفالهم لمدة ثلاثة أشهر بموجب قانون LVU وذلك بدون أي سابق انذار هنا تسأل الصحفية أنه بموجب بموجب خط عمل السوسيال وقوانين السوسيال يجب أن يكون قانون الرعاية القصرية أو LVU هو الخيار الأخير مقارنة مع الإجراءات الأخرى لكن لماذا في بلدية ياليفاري تحديدا دائما LVU هو الخيار الأول وهو ما يشبه القانون أو عفوا ما يشبه القاعدة العامة في هذه البلدية طبعا هنا الإجابة من موظف السوسيال دائما كانت النفي وأنهم دائما يحاولون العمل على الجهود الطوعية لكن عندما يكون هناك حاجة للرعاية القصرية فهذا من واجبهم أن يقدم طلب الرعاية القصرية للمحكمة طبعا هذا الكلام يتعرض مع الواقع تماما في كثير من الأهالي تم سحب أطفالهم بدون سابق انذار وبدون محاولة أو طلب التعاون مع الأهل للعمل على الجهود الطوعية لحل المشكلة في حال كان هناك مشكلة لدى الأطفال في هذه العائلة هنا تسأل الصحيفة عن المظاهرات التي قاموا بها الأحالي خلال الخريف الماضي المطالبة بأطفالهم والحصول على إجابة من السياسيين نجيب مدير السوسيال بأن التظاهر هو حق ديمقراطي ويجب أن ندعمه أيضا هو بيقول أنه في بعض الأشخاص اللي عم يحاولوا تسيس هذه القضية بما يتعلق بإحتياجات الأفراد هنا كمان نمثل نقطة مهمة جدا وسؤال مهم جدا الصحفية تسأل مدير السوسيال بأن الأهالي أو أنت تقول أنك تدعم الحق الديمقراطي الأهالي بالتظاهر موظف بالسوسيال قال أن مشاركتهم بهذه المظاهرات قد يؤثر على قضاياهم وبالتالي لازم ما يشاركوا بهذه المظاهرات وقال أنه أنا ما عندي علم بهذا الشيء أبدا مع العلم طبعا أنا شخصيا أعرف أن الأهالي تم ذكر موضوع المظاهرات ودم تهديدهم في عدة لقاءات مع السوسيال بهذا الخصوص السؤال الأخير كان المدير السوسيال الذي ظاهر بالصورة أن المتظاهرين كانوا يطالبوك بجواب خلال المظاهرات لكن أنت لم تجب عليهم فهو أجاب أنه بيرحب بالجميع ودائما كان بيجيب بيجاوب على التلفون في حال تصل عليه أي حدا لا يستفسر أو عنده سؤال وأيضا كان عم يجاوب كتابة على السلطة الصحفيين لكن هو رفض أنه يجاوب بخصوص قضايا خاصة خلال تجمع على حد تعبيره ولا رح نختم هذا الفيديو بمقارنات بين هاي البلدية أو بعد الأطفال المصحوبين بهاي البلدية وبلديات أخرى بنفس المقاطعة ببلدية ياليفاري حتى منتصف شهر ديسمبر الماضي كان فيه 24 طفل مصحوب خلال عام 2021 عدد سكان ياليفاري طبعا هو 17 ألف بالمقارنة مع بلدية كالس العدد سكان 1600 شخص كان هناك 40 حالة صحب أطفال خلال السنوات الأخرى يعني 8 أطفال فقط بالعام الواحد ببلدية بودين اللي عدد سكان أكتر من ياليفاري بعشرة ألاف انقفض العدد بشكل كتير كبير خلال العام الواضي واقترب من الصفر طبعا بتعليق السوشيال على هذا الموضوع كان دائما وضع اللوم على الأهالي بمعظم الحالات أو غالبا فلذلك أنا هذا ملخص الكلام بهذا المقال بيبكاكم تقفص الصورة وترجموا كل الكلام حرفيا وهنا مثل ما شايفين مقارني بعتد الأشخاص أو الأطفال اللي تم سحبهم من والديهم بمهجب قانون LVO ومن قبل مصلحة الشؤون الاجتماعي السوشيال مقارنة أيضا بعدد السكان خلال عوام الخمسة الأخيرة وهيك نحن نوصل لختام هذا الفيديو إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المعلومات وإن شاء الله أبعدكم بترجمة مقالات أيضا لنفس الصحيفة بخصوص موضيع صحب الأطفال من السوشيال لذلك أتمنى بكم مشاركة هذا الفيديو والاشتراك بالقناة حتى يوصيكم كل شي جديد وشكرا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة